مساء الخير والفكر والشعر والثقافة مساء المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون مساء الأحلام الجميلة التي تلد منجزات وتؤسس لما يشبه المعجزات يقول المتنبي وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام لكننا لم نتعب وأحلامنا لم تهرم والأحلام أيها الأحبة كلما كبرت واتسعت دائرتها يصبح القطاف وفيرا وبيادر الحصاد عامرة بالغني من الجنة المأمول ونحن في المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون مجموعة لا تزورنا الأحلام ليلا وإنما نصنعها وإنما نصنعها في وضح النهار نبنيها مشهدا مشهدا ونؤطرها بشكل متقن حتى تكتمل الصورة نحن صناع الأحلام الكبيرة الأحلام الجميلة الأحلام التي عرشت على دوال الثقافة وانغرست عميقا في برار الشعر والفكر والأدب لتنبت ما يشبه وردة الأمل ولترفع قواعد راسخة لعمل ثقافي رائد في هذا المنقلب النائي من الأرض ولعل أجمل ما في الأحلام الكبيرة أنها حين تتحقق تخلق واقعا مشتهى وترسم مسارا واضح المعالم لمستقبل مرتجى وتفتح في فياف العمر حقولا خصيبة من الوعي المختلف وأصدقكم القول إننا حين أسسنا مركزنا هذا في العشرين من نيسان أبريل سنة 2017 تيمنا بتاريخ تأسيس الرابطة القلمية رابطة جبران ورفاقه قبل قرن من الزمن لم نكن ندرك أن سطوة أحلامنا ستفوق ما كنا نتوقعه وأن قفزة الفضاء الافتراضي التي أرغمتنا عليها جائحة كورونا قد أثمرت نتائج مبهرة خارج دائرة التوقعات فبعد أن كانت حدود نشاطنا في السنوات الثلاث الأولى محصورة في الأمسيانة الوحيدة التي ننظمها كل أول أربعاء من كل شهر حملنا الفضاء الكوني مع أحلامنا كما لو أننا نستعيد حكاية تبساط الريح ليحط بنا في عشرين بلداً عربياً إضافة إلى أستراليا وكندا وبريطانيا وبدلاً من الأمسيات الشهرية الوحيدة جعلنا الفضاء الافتراضي ننظم أمسيات شعرية وفكرية وثقافية كل يوم سبت تقريباً وأحياناً في مواقع أخرى لقد نظمنا عدة مئات من الأمسيات مباشرةً من مختلف الأقطار العربية وغيرها استضفنا فيها المئات من أبرز الشعراء والأدباء والمفكرين والفنانين العرب لن يتسع المجال لذكرهم ونظمنا احتفاليات ثقافية في العديد من المناسبات من بينها مئوية الرابطة القلمية مئوية وادي الحجير ونظمنا أمسيات حملت تحية حب لفلسطين لبيروت للسودان للفنان الياسر الرحباني للشاعر مظفر النواب للشاعر محمد علي شمس الدين كما نظمنا ندوات حول الهوية العربية وحول تعليم اللغة العربية في المغترب وحول الحراك الثقافي في العالم العربي أيها الأحبة ونحن نحتفل بهذا الشهر بالذكرى السنوية السادسة لتأسيس مركزنا فإننا نشعر بكثير من الفرح والرضى لحجم ما أنجزناه على الصعيد الثقافي حيث استطعنا أن نكون جسر تواصل ثقافي بيننا وبين عالمنا العربي في محاولة جادة لنشر الثقافة العربية والحفاظ على تراثنا الغني والابقاء على لغتنا العربية عصية على الضياع ونتطلع إلى غد زاخر بالأمل والعمل معاً إذ لا أمل بلا عمل في جعبتنا الكثير من الأحلام في طليعتها حلم بأن يكون لنا مقر فعلي وثابت وهذا يحتاج لدعمكم وحلم آخر في أن نؤسس هيئة جامعة موحدة ينضوي تحت لوائها كافة الهيئات والأندي الثقافية العربية في المغتربات وهنا نكرر الدعوة إلى العاملين والمهتمين بالشأن الثقافي كي نتواصل معاً ونتعاون من أجل تحقيق هذا الحلم ولدينا حلم أكبر بأن نجعل من مدينة ديربون عاصمة للثقافة العربية في أمريكا وهذا يحتاج لتضافر الجهود بين مختلف الهيئات الثقافية العربية في هذه البلاد بالتعاون مع المؤسسات الرسمية المختصة أيها الأحبة كم جميل أن ترى أحلامك التي صنعتها بيديك ترتسم حقولاً زاهية من الثقافة مطعمة بالشعر والورد والفكر والياسمين ولكن الأجمل من ذلك ألا نتوقف عن صناعة الأحلام لأن أحلامنا هي أجوبة اليوم على أسئلة الغد وأحلامنا أيها الأحبة لا تشيخ وكل حلم وأنتم بخير والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر